صباح النور مفيدة صباح الخير بونجور وكل المعلومات بونجور كل المعلومات معيك مفيدة مرسي اشتقني لك اليوم بدنا نحكي والله انا اكثر والله بدنا نحكي عن هالأطفال وأنت مربية مختصة طبعا ما همية قراءة القصص للأطفال منذ سن مبكرة القصة اليوم هي مهمة للصغار والكبار يعني مش فقط للصغار فلانه القصة تربط علاقة وطيدة اذا كانت مع الاهل مع الصحبة بالمدارس بدور الحضانة بالبيوت اليوم في عنا شوي تفكك في المطالع يعني مثل ما عنا تفكك أسري عنا تفكك اجتماعي اليوم انه نحذوق الي في عنا تفكك ايضا فيما يخص المطالع يعني انا قبل شوي سمعتك تحكي على التنمر وقيمة انه القصة لمعالجة التنمر اكيد هو كتير 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 مهم في وقتنا انه الولد تكون علاقته بالكتاب علاقة وطيدة لانه اليوم بحكم انه الحياة الالكترونية اللي نعيشوها هي حياة تغطى علينا اكثر من الكتاب لانه الكتاب صديق ورفيق والكتاب اليوم له قيمة مادية معنوية اكثر من اي شيء لهذا السبب المطالعة هي شيء عنده اهمية كبيرة في حياة الطفل اذا كانت في سن مبكر او حتى في سن مؤخر انا دايما ننصح الاهل انه القصة مش فقط قبل النوم لا القصة لازم تكون متواجدة في حياتنا اليومية لانه هي تربط العلاقة بالاهل يعني نتركه من ايدينا التليفون نسكره التلفزيون نسكره الايباد ونحملوا هالكتاب ونقعدوا مع اولادنا ونقرؤوا لهم كتب تكون متماشية مع الواقع مع العصر كتب تحاكي الطبيعة كتب تحاكي واقعنا اليوم يعني هذا هي اهمية المطالعة كاهمية للولد نعم وكأنه من الضروري ان يكون لدينا فن سرد القصص بشكل مشوق لاطفالنا اكيد شوف ادوني في شغلة انه الولد دايما يمشي لصوت المرأة لانه المعروف في العام لديه الاسبيتش ثيرابي واخصائيين النطق انه الولد يسمع الصوت الايجو اللي هو تقريبا صوت المرأة لك الحنون العذب اكثر من صوت الرجل اللي هو صوت القغاد يعني يعني الخشل القصة كل ما تكون محاكية للطبيعة كل ما تكون ببساطة كل ما الاهل هو عم يقرأ في كتاب يقرأ ليوصل المعلومة ببساطة للولد انه تعرف انه الولاد في عمر صغير يعني مداركهم تكون بسيطة مهاراتهم الفكرية تكون بسيطة فلهيك دايما لازم نحاول انه يكون الكتاب بسيط وطريقة قراءتنا تكون سليسة وبسيطة لتوصل المعلومة للولد بسلاسة وبسهولة تقليد الاصوات مثال في القصة صوت الحيوانات صوت الريح صوت المطر انه التعبر في الصوت يعني الصوت يكون مره واطي مره عالي اذا فيه فيه رياح فانا بخيل دايما انه تكون القصة قصة مشوقة من حلش القصص اللي تخوف انا قصص اللي تخوف للولاد ما نحبهاش حب اكثر القصص اللي تكون هيك واقعية سليسة بكتصرح بخيال الولد البعيد لانه في الكتاب يكون فيه عنا اصدقاء كثر بما هون ابطال القصة هون كنا اصدقاء فيه الصديق الطيب في الصديق اللي نحب نوصل به معلومة الصديق اللي هيك شوي العبثي قليلا عرفت يعني نختار دايما القصص اللي يكون فيها نقدر نوصل له مساج للولد نوصل المعلومة واللي تكون المعلومة في موقحها لانه كل شي بده يسمع الولد وكل شي بده يتعلم الولد بده يبدأ من عمر مبكر واحنا دايما في مواضيع نحكي وعلى هالمهارات المبكرة عمد الولد نعم وتعرف انه الذكريات ايضا امر واعن يعني مفترض نعم يعني نحنا منختار او من نأل الذكريات الحلوة يلي منتذكرها وتتطلع من لا واعينا كنت عم دردش مع الزميل المحمد غملوش منذ بعض الوقت انه لا يمكنني ان انسى موغلي وعبارة ايجابية جدا لا تزال في فكري يو ار سباشل او انت متميز يعني الطفل الى هذا الحد هو ارض خصبة او جذور يمكن ان نمدها بهذه الماء الايجابية لتبقى معنا طوال العمر اكيد اكيد بيكاسو بيكاسو الفنان بيكاسو يقول انه في داخل كل شخص فنان المهم انه كيف تضلك فنان وانت عم تكبر عرفتا يعني كيف تضلك فنان وانت قاعد تكبر لانه اليوم الولد هو ارضية ارض 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 بور وانت بتزرع فيه كل مرة شغلة والقسس المنيحة مثال انا نتذكر كتاب وانا بصراحة ما ذكرش الكتاب وانا صغيرة صغيرة اما نتذكر الكتب اكثر كتاب انا اثر فيها انهو نهاية رسول الشجاع مثال كتاب الارض يعني عنا مخزون ثقافي نحن الكثير والكثير من الناس المتعلمة يعني التعليم واصلين درجة التعليم عالية لكن مشكلتنا الثقافية هي الثقافة اللي احنا بعدنا نفتقر للثقافة فانا مقتنعة انه الثقافة تأخذ من الكتاب والولد بما انه ارض بور وانت بش تزرع الارض وتسقيها وتزرحها اكيد بدك تزرحها بالخص الحسنة بدك تزرحها بالاسانيب الطيبة بدك تزرحها تسقيها مين نظيفة عرفت تسقيها اخلاقيات تسقي معاملات كلها كلها الفكت تبلشهم بالقصة تبلشهم بالقصة البسيطة بالقصة القصيرة بالقصة اللي فيها كله يحكي يحكي على يحكي على واقعنا الطيب يحكي على العائلة يحكي على الترابط العائلي اليوم احنا مثل في السيارة مثلا أنك يبدأ مع شخص في السيارة ومعه ولد يعطيه التليفون يقوله أحنا لسه بعاد خذ التليفون وحذر التليفون شو يحذر الولد في التليفون يحذر يوتيوب يحذر بس لا أنا من رأي أنه هو بالسيارة تعطيه قصة أو أنت بالسيارة تختلق معه قصة نعم تسفي قصص إلكترونية اليوم مفيدة هناك قصص إلكترونية اليوم هل تشجعينها أم أنت مع الورق لا أنا مع الورق أنا لا أشجع للقصة الإلكترونية لأنه الفيرتويل أنا من حرش الفيرتويل تقولي حتى الكتاب في الفيرتويل لا الكتاب أنت اليوم تقرأ الكتاب عم تقرأ عم تتثقف إذا كان أي لغة يعني أي لغة بدك تقرأ بها الكتاب هي لغة مثقفة بدك تتعلم لغة بدك تقوي لغتك بدك تقوي الأسلوب لنغاسيون وكأنه فيه احتكيك مثل ما أشرته فيه احتكيك بين راوي القصة اللي هي بالغالبية الأم أو الأب معها الطفل هذا الشيء ما بيصير طبعا عبر القصص الإلكترونية عبر القصص الإلكترونية لأنه أنت اليوم إذا ابنك قادر أنه يقرأ القصة الإلكترونية وحده يعني ممكن ما يقرهاش ممكن ما يفهم أصص الغالب فأنت اليوم دور بس لا تعود الولد أنه يقرأ القصة من عمر مبكر يصير بعد يعرف كيف يقرأ يصير بعد يعرف كيف يتحاكم على القصة كيف يصرح بخياله في القصة يعني اليوم هو ممكن الموضوع تقول أنه موضوع الموضوعنا اليوم المطالعة والمطالعة بسيطة لا المطالعة مش بسيطة المطالعة محاكاة المطالعة كتاب مثلا أنا أذكر من الكتب كمان اللي أفرت فيها جغمينال يعني إيميل زولا في الرواية يحكي يعني يحكي يعني يحكي معاناة يحكي أساليب حياة يحكي يعني وبلغة فرنسية يعني صحيحة 100% نعم لأنه اليوم في الكثير من الكتب مترجمة والترجمة شوي إذا صح التعبير ركيكة نعم فلا أحنا لازم حتى كيف نختاره الكتاب لازم يكون الكتاب مكتول باللغة الأم لأنه اللغة الأم تعلمك لغة تعلمك أسلوب الكاتب لتفهم أنت أصلا هو شو المعلومة اللي يحب يوصل عليك ويحب يوصلها أنت الطفلك من بعدين على سيرة اللغة الأم مفيدة نعم قلت أنه القصص ممكن أنه تشغل مخيلة الأطفال وتوسع لهم خيالهم إلى أي مدى أيضا يمكن أن تثري لغتهم وتزودهم بمفردات غنية بالضبط لأنه مثال أحنا اليوم نفتقره في اللغات المفردات مثال كل ناس الكل اللي لحظتوا أنه تهرب من اللغة العربية المفردات 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 الم عنا مفردات كثير شاسعة عنا مفردات يعني حلوة عنا اليوم مفردات مشبعة باللغة عرفت مثال اللغة الفرنسية كمان الأنجليزية مثال الإيطالية أنا قريت مرة كتاب اسمه فيزو نيجاتو يعني هو كتاب يحكي على المعاناة بس يعني ما نحنش ندخل في السياسة والكل بس معاناة بخل النظام سياسي في بلد معين وقصة الشعب كيف هربوا وكيف العنف اللي كان يتعمل فيه عرفت حتى لو هو بالإيطالي ما وصلوني المعلومة اللي أنا كنت مفتش عليها وصلوني عرفت يعني فت في الشخصيات وعرفت هالمعاناة اللي عاشها تعرفت على الثقافة الإيطالية أيضا من خلال هذه القصة أكيد لأنه كل أنت تتعلم لغة لغة بلد تعرف ثقافته تعرف تفكيره طريقة تفكيره يعني التشجيع اليوم المضالعة مش بس أنت تحمل كتيب وتقرأه ممكن أنه أنت تقرأ فيه تضيع شوي تضيع مصار القصة لا أنت اليوم عم تتثقف لغويا عم تتثقف أدبيا عم تتثقف معلوماتيا عم تعرف أسلوب كل كاتب يعني القصة مهمة جدا لليوم لتخرجنا كمان من الروتين اللي احنا عايشينه طيب سؤالنا الأخير مفيدة في عمر معين طبعا نحن علينا أن نروي القصة لطفلنا يمكن أن يصل إلى عمر ويقرأها بنفسه أي حافز يمكننا أن نعطيه لهذا الطفل لكي يقرأ بنفسه ويستمتع الحافز هو نحن لأنه ابني اليوم شي شوفني أنا ماسك كتاب أو لا إذا أنا ماسك كتاب ابني أوتوماتيك بده يمسك بعدين كتاب إذا أنا ماسك تليفون مش يمسك تليفون لأنه في العديد من الناس يقولك بيظل في إيده تليفون نسأل سؤال أنا أنت شو يظل في إيدك فأنا نتصور أنه اليوم حب المطالعة عند الولد أحنا اللي نغرسوه فيه يعني الأهل هو بعض الظهر كيف الناس الكل هتبدأ قاعد أوكي مش نقعد أنا ماسك الكتاب ساعة أو ساعتين لا مثل نعمل أنا وقت معين أنا وأبني نقرأ ومش بضرورة بس بالليل قبل ما ينام لا لأنه الكتاب موجود الكتاب لفهم ما نحبوش الكتاب يكون مطروق لا الكتاب موجود الكتاب موجود معنا التنجيع الولد على قراءة الكتب أي نوع من الكتاب لازم يكون كل يوم ولازم يكون في كل الأوقات حتى لو يتصفح مثالي بلشوا من عمر صغيري خليوا الولد يتصفح الفلاش كارد ليشوف الحيوانات ليشوف الأشجار ليشوف الطبيعة بلشوا بهالنوعية من الكتاب لا شوي شوي كل مرة نغيره كل مرة نعطيه كتاب يعني يكون أكبر أو كتاب يكون قيمة الثقافية أكبر كل مرة يعني في العديد والعديد من الكتاب اللي يكتبوا خصيصا للولد يعني كتاباتهم موجهة للأطفال لأنه اليوم أنت مش أي قصة تعطيها للولد يقرأها مش أي كتاب تعطيه للولد فالأهل هم اللي يكونوا حافز للولد ليمسك الكتاب ويقرأها نعم أهم شيء ما نملع ليون لبل يجيون بطريقة يجيب أو التشجيع الاختصاصية التشجيع صحيح الاختصاصية في الطفولة المبكرة مفيدة بوصبات زهرة كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت شكرا لك شكرا إن شاء الله نشوفك قريبا بالستوديو إن شاء الله في نهاية الحديث نشجع الأهل المشاهدين على البدء بقراءة القصص لأطفالهم أهمية القصص في هذا الجرافيكس فاصل ثم نعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة